وضع نادي من روسيا البيضاء تمثيل عرض في مدرجاته عليها صور لمشجعيه لتعزيز أجواء المباريات في ظل بقاء العديد من الجماهير في منازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا نادي دينامو بريست وهو واحد بين عدد محدود من أندية قرة القدم التي لا تزال تمارس اللعبة في أوروبا لجأ لفكرة مبتكرة بدعوة جماهيره من جميع أنحاء العالم لشراء تذاكر افتراضية عبر الإنترنت وفي المقابل يضع صور المشجعين على وجه تمثيل العرض الجالسة في المدرجات على أن يتم التبرع بقيمة التذاكر لمكافحة فيروس كورونا ودور المحترفين في روسيا البيضاء هو الوحيد الذي لا يزال يواصل نشاطه في أوروبا إذ أظهر رئيس البلاد أليكساندر لوكاشينكو اهتماما محدودا بالجائحة ولا يرى حاجة لإجراءات العزل العام لمنع انتشار الفيروس ورغم ذلك تخاف العديد من الجماهير المحلية من الجائحة أكثر من الرئيس لوكاشينكو لذلك توقفت عن حضور المباريات وبطولة الدور في روسيا البيضاء هي إحدى أقل البطولات المحلية بريقا في أوروبا ونادرا ما يتأهل أحد أنديتها لمراحل متقدمة في البطولات القرية لكن في هذه الأثناء يحظى بالاهتمام خارجيا نظرا لأنه يملأ فراغا جماهير الدول الأخرى التي كانت تتلهف لمتابعة المباريات المحلية المتوقفة ما ساهم في عقد اتفاقيات لبث دور روسيا البيضاء في دول أخرى ترجمة نانسي قنقر